وكانوا هنا ملأوا الدنا مجدا وذكرا طيبا سلعا خطى أجدادنا ستجيب أزهار الربا وكانوا هنا ملأوا الدنا مجدا وذكرا طيبا سلعا خطى أجدادنا ستجيب أزهار الربا السلام عليكم ورحمة الله من الصحابة اللي تركوا لينا آثار جميلة جدا عرفنا من خلالها أنهم كانوا هنا سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه كان من الصحابة اللي عندهم مواهب متعددة فكان مقاتل من الطراز الأول كذلك كانت عنده حكمة وكان عنده قوة في تأدية الأمانة جعلته من الولاة المتميزين الذين إذا ولوا أمر قاموا به حق القيام كذلك سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه كان إسلامه على يد سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وسيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه كان من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين تميزوا بعذوبة أصواتهم في تلاوة القرآن فكان سيدنا مصعب بن عمير إذا قرأ القرآن بصوته العذب الخاشع يأسر كل من يسمعه أسرا فسيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه أخذ من سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه الاهتمام بالقرآن وبالفعل كان القرآن حياة سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه كان يتلو القرآن ويحفظه ويتدبره ويتفهم معانيه فكانت حياته كلها مع القرآن الكريم وكان له حال عجيبة مع القرآن الكريم ولعل موقف من المواقف اللي مرت في حياة سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه تبين لنا كيف كان حال سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه مع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من غزوة ذات الرقاع وقفل عائدا إلى المدينة دخل عليه الليل وهو في وادي من الوديان فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنهم سيبيتون هذه الليلة في هذا الوادي وفي هذه الغزوة كان بعض المسلمين أخذ امرأة من نساء الأعداء ولما جاء زوج هذه المرأة ولم يجد زوجته في بيوته أقسم أن لا يعود إلى بيوته إلا أن يأتي يا جيش محمد ويصيب منهم دما يعني يقتل منهم في مقابل أسرهم لزوجته وانطلق هذا الرجل يعني يطلب جيش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أناخب الجيش في هذا الوادي قال لأصحابه من يحرسنا هذه الليلة فقام سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه وقام معه عمار بن ياسر رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما بعد الهجرة إلى المدينة فقال نحن يا رسول الله نقوم على حراستكم فانطلق سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وسيدنا عباد بن بشر إلى فم الوادي إلى مدخل هذا الوادي الذي يبيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت فيه الجيش فلما وصل إلى فم الوادي قال سيدنا عباد بن بشر سيدنا عمار بن ياسر أي شطري الليل أحب إليك أن تنام فيه يعني تحب تنام نص الليل الأول ولا تنام نص الليل الثاني فقال له سيدنا عمار بن ياسر بل أحب أن أنام شطر الليل الأول سبني أنا أنام نص الليل الأول وبعد كده تنام أنت وأقوم أنا أكمل الحراسة مكانك في النصف الأخير وبالفعل سيدنا عمار بن ياسر هيئ نفسه للنوم بعدما نام سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وحل السكون في هذا المكان مع ظلام الليل مع الهدوء الرهيب في هذا المكان وفي هذه الأجواء فسيدنا عبد بن بشر خطر بباله أن يقوم ويصلي ويقرأ ما تيسر له من القرآن فقام سيدنا عبد بن بشر رضي الله عنه وكبر ودخل في صلاته واستفتح سورة الكهف في هذه اللحظات كان الرجل الذي خرج ليطلب جيش النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب منهم دما قد وصل قريبا من الوادي فرأى سيدنا عبد بن بشر رضي الله عنه واقفا على فم الوادي فعلم أن ذلك عين تقوم لحراسة الجيش في هذا المكان فهذا الرجل أخرج سهامه ثم وتر قوسه ورمى بسهم في سيدنا عبد بن بشر رضي الله عنه وهو قائم يصلي فسيدنا عبد بن بشر قائم يصلي ومستغلق في الصلاة يتلذذ بقراءته للقرآن فلما أصابه السهم نزعه بيده وأكمل صلاته سبحان الله العزيز ثم هذا الرجل أخرج سهما آخر ثم وتر به قوسه ثم رمى به سيدنا عبد بن بشر رضي الله عنه هو قائم في صلاته فأصابه السهم فما كان مسيدنا عبد بن بشر رضي الله عنه إلا أن نزع السهم الثاني من جسمه ثم أكمل صلاته سبحان الله العزيز حاجة عجيبة جدا ولكن هذا الكلام لا يستغرب أنه كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه من طول القيام الإنسان الذي يصلي بخشوع وبتلذذ في القرآن الكريم قد لا يشعر ببعض الآلام التي تصيبه في جسدي ويعرف ذلك من جرب ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وأن لا يحرمنا هذه المنازل العالية التي لا يصل إليها إلا من أراد الله عز وجل به خيرا المهم أن سيدنا عبد بن بشر رضي الله عنه لما نزع السهم الثاني وأكمل صلاته الراجل فضل مصمم أنه يضربه بسهم كمان فأخرج سهما ثالثا ثم واتر به قوسه ثم رماه به فسيدنا عبد بن بشر رضي الله عنه لما أصابه السهم الثالث وكان قد نزف دما كثيرا بسبب الإصابتين اللي فاتوا مال إلى سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه ليوقذه ليعلمه بما كان فسيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه لما استيقظ ورأى الدماء الكثير تنزف من سيدنا عبد بن بشر رضي الله عنه قال له يا سبحان الله هل لا أيقظتني مع أول سهم رماك به فقال له سيدنا عباد رضي الله عنه لقد كنت أقرأ في سورة وكنت أكره أن أقطعها سبحانك يا ربي أنا عاوز بس أتخيل أو عاوزك تتخيل الخشوع والتلذف الذي كان فيه سيدنا عباد بن بشر حتى جعله يتحمل هذه الألام الشديدة ولا يريد أن يقطع ما يقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى فأي خشوع هذا الذي كان يشعر به سيدنا عباد بن بشر ولا يريد أن يتركه سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه بيقول لسيدنا عمار بن ياسر لقد كنت أقرأ في سورة وكنت أكره أن أقطعها ووالله لولا أني خشيت أن أضيع أمرا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هو حراسة الجيش لكان انقطاع نفسي أحب إلي من أن أقطع هذه السورة سبحانك يا رب العالمين تخيل بيقول أنه هو لولا بس أنه خايف أنه يضيع الثغر للنبي صلى الله عليه وسلم وأفعليه وأمنه عليه لكان أنه يموت ويفضل يقرأ القرآن دون أن يقطعه أحب إليه من أن يقطع كلام الله سبحانه وتعالى وهو يتلوه وده يدل على شدة استغراقه والخشوع الذي كان يشعر به عند قراءته للقرآن وهو قائم بين أداء ربه سبحانه وتعالى في صلاته فكل ده بيدلنا على أن سيدنا عباد بن بشير رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن كانت له حال عجيبة وإذا قرأه في الصلاة كانت له حال أعجب فكل واحد يبصل نفسه ويرجع نفسه أنت زي بتخشع في صلاتك وما هو مقدار الخشوع في صلاتك وما هو مدى تأثرك عند قراءة القرآن الكريم هل يصل إلى قلبك هل تشعر به هل يؤثر فيك كما وصف الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هل القرآن يؤثر فينا هذا التأثر لا بد أن نراجع أنفسنا مع القرآن لا بد أن نراجع أحوالنا في الصلاة كيف هو الخشوع فيها وكيف التلذب بالصلاة والقيام بين يد الله سبحانه وتعالى رضي الله عن عباد بن بشر ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين تركوا لنا آثارا عرفنا من خلالها أنهم كانوا هنا من مثلهم أجدادنا شمس أباتا تغربا أهل العطاء أهل البناء الفاتحونا نجبا كن مثل ما كانوا لنا ضوءا وغيثا صيبا افخر بهم إذ غيرنا كم عش فيهم موجبا كانوا هنا ملا ترجمة نانسي قنقر